تلي عندنا مشاكل إدارية وفيه طبعا مشاكل فنية دي هنتكلم فيها باستفادة بس شايف المشهد ازاي وشايف النهاردة كلام كابتن محمود الخطيب اللي مسل وجهة نظر نادي الأهلي في المؤتمر ازاي كابتن علاء شوف احنا تعرضنا لظلم كبير الحقيقة والخطأ خطأ إداري بحت هل مقصود هي وداء اللي احنا ندور عليه طيب الخطأ وقع خلاص وقع لكن محتاجين حلول يعني حتى الرد يقول لك ده الأهلي ما طلبشهم حضرتك قلت ماتش سنغال ملهاش فرقة أساسا في المجموعات هو المنوط حتى البيان اللي ما اذره كابتن هاني برضو بيقول لك ان الاتحاد القادم مصري هو المنوط بالكلام ده لكن احنا في مصر عندنا مشكلة إدارية ومشكلة فنية مشكلة إدارية بانت قوي قوي في موضوع الخطاب ومين اللي يقول نظم ومين اللي يطلب الحاجات دي كنت أتمنى ان الناس يطلع بشجاعة وتقولوا ان في خطأ هو الخطأ في جميع الأحوال يا وارد لا مش بس وارد هو الخطأ وقع بالفعل هو الفكرة ان الخطأ ده مقصود او غير مقصود هو ده الكلام تأثير ولا تربص تفرق كتير جدا جدا في النهاية الخطأ في جميع الأحوال يتحملوا المسؤولين يعني انا ما اعتقدش موضوع التربص ده الحال لان انا شايف مجلس ادارة الاتحاد الجديد كلهم لا يعني انا معرفهم معرفة شخصية يعني بركوات حازم هاب الكومي لا كلهم ما فيش حاجة ممكن بس الاتحاد مش اعضاء مجلس ادارة بس يا كابتن علي ده منظومة كاملة متكاملة مهو ادارين بقى ما هم ده احنا بلتكلم ده الوقت على الهد الرؤس بتاعتهم اللي اعضاء مجلس ادارة والرئيس الاتحاد لا يندور بقى ننظف لازم يبقى فيه هيكالة كبيرة جدا في مصر هيكالة ادارية وهيكالة فنية الهيكالة الفنية احنا عندنا مشكلة فنية كمان مشكلة فنية كبيرة جدا هتأخدنا الكلام في الكورة بقى بقنا سنيني على كابتنا عليه. والحقيقة يعني أنا كنت بقول في بداية الحلقة الجمهور صبر بما فيه كفاية. وجربنا كل الحلول. للأسف الشديد أنا ما كنت شايفها في توقيتها حلول. كانت ما هي أكتر من مجرد مسكنات. زي بالضبط نفس الطريقة اللي بنحاول نعالج بيها المشكلة الوقتية. سكن. المشكلة في الجهاز الفني ماشي الجهاز الفني. مشكلة في اتحاد الكرة ماشي اتحاد الكرة. لكن في النهاية في حاجة بتتغير على الأرض الواقع. بأن 12 سنة الكرة المصرية بدون إنجاز حقيقي على الأرض. وما زلنا نبحث عن الحل. شوف المشكلة الإدارية كبيرة جدا. محتاجة حل وحل سريع جدا. المشكلة الفنية اللي أنا ممكن يبقى ليه وجهة نظر فيها. أي. كالرجل اللعب كرة وكالرجل فني شوية. أنا شايف إحنا محتاجين هيكلة للكرة المصرية.